بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع وهو شرعا طاعة غير واجبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن صفة الصلاة وأوقات الصلوات الواجبة وتكلم عن مندوباتها وما يتعلق بها شرع بعد ذلك بالحديث عن صلاة التطوع وذلك أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل أن ما ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النافلة وقال كثير من أهل العلم للعكس أي فقد يثبت في النافلة ما لا يثبت في الفريضة وهذه القاعدة بعضهم يقلبها والمؤدى وحد وعلى العموم فمناسبة ذكر صلاة التطوع بعد الأبواب السابقة أن المصنف كأنه يقول إذا عرفت صفة الصلاة الواجبة فإن هناك صلوات نافلة هي التي سأعدها عليك وكل واحدة من هذه الصلوات لها أحكام في صفتها وأحكام متعلقة بعددها ونحو ذلك سأوردها في محلها وقول المصنف وهو الضمير هنا يعود للتطوع ولا يعود للصلاة إذ لو أراد الصلاة التطوع لقال وهي وسبب تعريفه التطوع دون الصلاة أن الصلاة سبق تعريفها فناسب أن يذكر تعريف المضاف إليها وهو التطوع فحينئذ ينسب لتعريف الصلاة فيقال إن صلاة التطوع هي الأفعال المخصوصة التي افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم وهي طاعة غير واجبة أو نحو ذلك وتعبير المصنف بأنها شرعا أي هذا في استلاح الشرع فيشمل ذلك أمرين الأمر كل ما سمي تطوعا في لفظ الشارع وكل ما كان تطوعا في لفظ الفقهاء وهذا هو الاستلاح إذ استلاح العلماء تارة يكون موافقا لاستلاح الشارع وتارة يكون الفقهاء لهم استلاح خاص من باب المواضعة منهم لذلك الاستلاح وسبق التنبيه على هذا الفرق بين قولنا تعريفه شرعا وبين قولنا أو قولهم تعريفه استلاحا قول المصنف طاعة غير واجبة ليشمل جميع الطاعات غير الواجبة سواء كانت مقيدة أو كانت مطلقة وسواء كانت مقيدة بزمان أو مقيدة بصفة أو مقيدة عند مناسبة فتشمل جميعها وتعبير المصنف غير الواجبة ليخرج أمرين الواجب المعين والواجب الكفائي وهنا مسألة أصولية سبق الإشارة إليها في درس الأصول وهي مهمة لها فروعها ستأتي إن شاء الله في محلها في الجنائز وفي غيره أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الواجب عن الباقين فإن فعله الباقون هل يفعلونه فيكون في حقهم في حكم الواجب أم في حكم المندوب فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد ومشهور مذهب والأصح من القولين كما رجحه جمع من المحققين كشيخ تقي الدين أن فعله يكون له حكم الواجب لا حكم المندوب وبناء على ذلك فإن فروض الكفايات لو صليت في وقت النهي فإنها جائزة وهذا يكثر السؤال عنها في مثل جامعنا حينما تكون هناك صلوات الجنائز وسيأتي تفصيله في محلها وأفضله الجهاد ثم توابع من نافقة وغيرها نعم قوله وأفضله الضمير يعود لمطلق التطوع وظاهر كلام المصنف أن جميع التطوعات أفضله الجهاد ولكن جمع من المحققين كالمرداوي وغيره قيد ذلك بتطوعات البدن إذ التطوع تارة يكون للبدن وتارة يكون للقلب وقد مال الشيخ محمد بن مفلح إلى أن هذا التفضيل الذي يريده الفقهاء محله في تطوعات البدن لا في تطوع القلب لأن تطوع القلب أفضل كالتفكر وغيره ونقل نصوصا عن أحمد وغيره من أهل العلم تؤيد ذلك إذن فقول المصنف وأفضله ظاهر كلام المصنف أنه يشمل الأمرين تطوع القلب والبدن فيكون تطوع البدن أفضل من تطوع القلب والأمر الثاني أن جمعا من المحققين قيده ولعل هذا هو مراد المصنف قول المصنف الجهاد المراد بالجهاد هنا في مراد الفقهاء في هذا الموضع هو المقاتلة صرح بذلك ابن النجار في شرحه على المنتهى فقال الجهاد هو قتال الكفار وذلك أن الجهاد له معنيان سيأتينا بعد قليل المعنى الثاني وهو المعنى الشمولي الذي يدخل فيه طلب العلم وغيره فمن أهل العلم من رأى أنه يكون في معناه وسيأتي في كلام المصنف وقول المصنف أفضله الجهاد المراد بالجهاد هنا جهاد النافلة والتطوع لا جهاد الفرض لأن جهاد الفرض لا شك أنه خارج عن المفاضلة بين النوافل قوله ثم توابعه أو توابع الجهاد من نفقة وغيره من الأمور كمن خلف غازيا ومن جهز غازيا ونحو ذلك من الأمور وإعداد السلاح والعدة لأجي ذلك فالنفقة فيه أفضل من نفقة في غيره نعم قوله فالنفقة ألفاء هذه من باب التفريع على أن أفضل التطوعات البدنية الجهاد قال فالنفقة فيه أفضل من النفقة في غيره من أوجه البر ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما نعم قوله مصنف ثم علم أي أنه بعد أداء الفرائض وما سبق فإن أفضل التطوعات هو العلم وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم شيئا أفضل من العلم مراده أي بعد ما سبق فيما جمعوا به بين النصوص وقول المصنف تعلمه وتعليمه هذه العبارة أخذ منها أن أجر المعلم وأجر المتعلم سواء وصرحوا بذلك فمن جلس في حلقة علم فإن المعلم والمتعلم سواء في الأجر لأن المصنف قال ثم علم تعلمه وتعليمه فهم سواء في الأجر وهذا ظاهر جمعهم وهو الذي تدل عليه بعض إطلاقات الشارع في فضل التعلم والتعليم حيث جمعهما ولم يفرق بينهما وقول المصنف من حديث وفقه ونحوهما يدلنا على أن أفضل العلوم هو الفقه والحديث وهذا هو الأصل وقد ذكر العلام محمد بن مفلح أن الأشهر عن الإمام أحمد هو الاعتناء بهذه الأمرين بالحديث وبالفقه فإن العناية بهذه الأمرين يرد إليه سائر علوم الشريعة في الجملة وقال بعض المتأخرين وهو الفتوحي شهاب الدين الفتوحي في حاشيته على التنقيح المشبع أن العلوم الشرعية يفاضل بينها فأولها ما كان متعلقا بأصول الدين ومعرفة رب العالمين وإفراده بالعبادة وصفاته جل وعلا قال ثم يلي ذلك التفسير ثم يلي التفسير علم الحديث ثم يلي علم الحديث أصول الفقه ثم بعد أصول الفقه الفقه وتقديمه أصول الفقه على الفقه هذه بناء على المسألة المشهورة جدا أيهما أولى بالتقديم أصول الفقه أم الفقه وتعرفون الوجهين الذي اختلف فيهم القاضي وتلميذه أبو الوفا فإن القاضي يرى تقديم الفقه وتلميذه يرى تقديم الأصول والصواب الجمع بين القولين فإن الذي يقدم من أصول الفقه المعاني الكلية مثل أنواع الأدلة وأصول الاستدلال دون الجزئيات من المسائل وأما الفقه فكذلك فإنه يقدم منه على الأصول الكليات من المسائل دون تفاريعها نعم قوله ثم صلاة منكرة وهذه مطلقة تفيد جميع الصلاوات النافلة داخلة في ذلك المطلق والمقيد ونفس أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام نعم قول مصنف ونص أحمد نص أحمد هو الذي نقله ابن أخي حنبل بن إسحاق أن أحمد قال نرى لمن قدم مكة أن يطوف قال لأن الطواف أفضل من الصلاة وأحمد قال ذلك استدلالا بما جاء عن ابن عباس وجمع من التابعين كعطاء وغيره من أن من كان من خارج مكة فانشغاله بالطواف أفضل من انشغاله بالصلاة فيه وعندنا هنا مسألة في قول مصنف أن الطواف لغريب تعبير مصنف لغريب أي لغريب عن مكة وهذا يشمل كل من لم يكن مكيا ولو كان دون الميقات هذا ظاهر عبارة الفقهة قلت هذا لما لأني وجدت أن بعض المحشين المتأخرين على شرح المنتهى قد ذكر أن المراد بالغريب هنا هو الأفقي أي الذي يكون بعد المواقيت ولا أظن ذلك مرادا بتعبيرهم بالغريب إذ الغريب يقصد به عن مكة وبناء عن ذلك فمن كان دون المواقيت كأهل جدة والكامل وغيرها من المدن التي تكون دون المواقيت إذا أتى مكة فإنه إذا أردنا أن ننزل هذا الحكم الكلية عليه فنقول إن انشغاله بالطواف يكون أفضل من انشغاله بالصلاة نعم ثم سائر ما تعدى نفعه نعم سائر ما تعدى نفعه أي لغير الفاعل من عيادة مريض وقضايا حاجة مسلم تشمل كل الحاجة المالية والبدنية وغيرها وإصلاح بين الناس ونحوه ونحوها من الأمور المتعدية وهو متفاوت نعم قوله وهو أي وما كان من الأعمال النوافل المتعدية نفعها لغيره متفاوت في الأفضلية فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق قوله فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق هنا قوله أفضل من عتق مطلقة تشمل عتق القريب وتشمل عتق الأجنبي والظاهر كما بينه جمع من الشراح أن المراد بالعتق هنا إنما هو عتق الأجنبي لأنهم عللوا أن الصدقة عن القريب أفضل لأنها جمعت صلة وجمعت مع الصلة الصدقة بينما العتق فهو فكاك رقبة فليس فيها إلا عمل واحد فحينئذ نقول إن المراد بالعتق في هذه المسألة هو عتق الأجنبي لكن لو فوضل بين الصدقة لأجنبي والعتق على أجنبي فسيأتي وعكسها سيأتي بعد ما ننهي المسألة نتفضل وعتق أفضل من صداقة على أجنبي نعم قوله عتق يشمل الصورتين صورة عتق الأجنبي وصورة عتق القريب فحينئذ نقول إن العتق مطلقا أفضل من الصدقة على الأجنبي فحينئذ نقول إن الصور أربع الصورة الأولى المفاضلة بين الصدقة على القريب والعتق للأجنبي فنقول إن صدقة القريب أفضل الصورة الثانية المفاضلة بين الصدقة على القريب وعتق القريب فنقول إن عتق القريب أفضل عكسها وهذه نبه عليه شرها الثالثة المفاضلة بين الصدقة على الأجنبي والعتق للأجنبي فحينئذ نقول إن عتق الأجنبي أفضل والرابعة المفاضلة بين الصدقة على الأجنبي والعتق للقريب فلا شك أنه باب الأولى أن عتق القريب أفضل إلا زمن غلاء وحاجة ففي هاتين الحالتين فإن الصدقة تكون أفضل من العتق مطلقا ولو كان المعتق قريبا أو كان المعتق أجنبيا ثم حج نعم قوله ثم حج المراد بالحج هنا حج النافلتي وحج النافلتي هو الذي فوضل فيه هنا وتفضيل العلماء حج النافلة أخذ منه جماعة من أهل العلم ومنهم من مفله وقره عليه من بعده أن بذل المال في الحج أفضل من بذله في الصدقة فلو أراد مرؤ أن يسألك فيقول هل الأفضل أن أحج ببدني بنفسي أم أني أتصدق بثمن الحج فنقول لا إن الحج أفضل أخذ ذلك من نصهم هنا وصرح بهذا المعنى من ظاهر كلامهم ابن مفلح وغيره وذكروا أيضا أن قول المصنف ثم حج أن هذا الترتيف الأفضلي يشمل الذكور والإناث فكذلك المرأة الحج في حقها حج النافلة أفضل من صدقتها بمالها ثم عتق نعم قوله ثم عتق المراد بالعتق هنا في غير ما سبق أي للأجنبي ثم صومون ونبه قبل أن ننتقل المسألة بعدها نبه منصور في شرحه على الإقناع أن المصنف قدم الحج على العتق بينما ظاهر ما في المنتهى ومن تبعه كالغاية تقديم العتق على الحج فيكون العتق أفضل من الحج قوله ثم صوم أي صوم النافلة المطلق والمقيد نعم وقال الشيخ وهو تقي الدين عليه رحمة الله استيعاب عشد الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله نعم يقول الشيخ أن الذي دخلت عليه العشر الأول من شهد الحجة وهي في الحقيقة تسعة أيام من انشغل في هذه الأيام بالعبادة ليلا ونهارا ولم ينشغل عن العبادة إلا لما له حاجة لنفسه كالنوم وقضاء الحاجة ونحو ذلك فإن هذا أفضل من الحج لنص حديث ابن عباس في الصحيح وبناء على ذلك فإننا نقول لنص حديث ابن عباس يكون أفضل من الجهاد وسيأتي أن هذا هو مرادهم في كلام المصنف نعم وهي في غير العش تعدل الجهاد قوله وهي أي والعبادة التي تكون مستوعبة الليل والنهار معا فينشغل المرء بصلاة أو بطلب علم أو في صدقة ونحو ذلك فإنها تعدل الجهاد أي تساويه ما لم تك في العشر الأول من ذي الحجة فإنها تفضله والحديث صريح بذلك صراحة تامة نعم قوله ولعل هذا مرادهم أي مراد الأصحاب حينما ذكروا أن أفضل العبادات التطوع هو الجهاد ومعنى قول المصنف أن هذا هو مرادهم وقد تبع في ذلك بالمفلح أنهم أرادوا أن يذكروا العبادات المطلقة دون المقيدة بزمان بعينه فإن العبادة المقيدة بزمان كالعشر الأول قد تفضل لنص خاص وقال أي الشيخ تقي الدين تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوع من الجهاد نعم يقول الشيخ أن تعلم العلم وتعليمه معا يدخل بعضه في الجهاد بعضه أي ما كان منه ذا أهمية عامة للمسلمين أو يتعلق به صحة عباداتهم ومعاقداتهم ونحو ذلك من الأمر فيقول إنه داخل في الجهاد لأنه من نفي الجهل عن النفس ومن باب الذب عن حياض الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأبدانكم وألسنتكم فالألسنة إنما تكون بالعلم وبالحجة وبالبيان وبالدليل ونحو ذلك فيقول إنه نوع جهاد وبناء على ذلك فقد يكون في بعض صور العلم الشرعي تعلمه وتعليمه يكون من أفضل العبادات فيرقى للدرجة الأولى فيكون داخلا في معنى الجهاد وقد ذكرت لكم في كلام المصنف ما ذكره ابن النجار في شرحه على المنتهم وقد فرع بعض الفقهاء على هذه المسألة وهو عدهم بعض أنواع العلم من الجهاد قالوا ينبني عليه من المسائل أولا أنه يكون منهما هو فرض كفاية ومنهما يكون فرض عين والمقصود هنا الذي يكون أفضل من الجهاد أو حكمه حكم الجهاد ما كان غير فرض العين وإنما يكون من الفروض الكفائية التي يحتاجها أو يسقط وجوبها ببعض الناس دون بعضهم ويترتب عليه ذلك ما سبق أن أشرت عليه قبل قليل وهو أنه يدخل في التطوعات أو يكون في أفضل التطوعات أن تعلم العلم وتعليمه في بعض صوره يكون من أفضل التطوعات ومن اللطائف ما ذكره بعض المحققين وجزم به ابن مفلح أنه على هذا الذي ذكر أن العلم يدخل في الجهاد قال فمن مات أثناء طلبه العلم فإنه يكون شهيدا أي عند انتقاله له أو في حال تحصيله كمن ذهب لحلقة علم أو حلقة قرآن وفي الطريق جاءه حادث فمات في الطريق له فذكر بمفلح أنه يأخذ حكم الشهيد من هذا المعنى الذي ذكروه وآكدوا صلاة التطوع صلاة الكسوف نعم قول المصنف آكد صلاة التطوع هنا آكد بالمد ويعني بمد الهمز والمراد بآكد هنا أي أزيد صلوات التطوع فضيلة فأزيدها فضيلة هو تلك الصلوات التي سيريدها المصنف إذن فهنا آكد بمعنى أزيد فضيلة بخلاف معنى السنة المؤكدة التي سيأتي معناها في محلها وقبل أن أذكر التقسيم الذي أورده المصنف تبعا للفقهة الذين سبقوه لهذا الترتيب أريد أن أبين سبب تقسيمهم هذا والمعنى الذي جعلهم يقدمون بعض الصلوات على بعض القاعدة عندهم أن هناك ثلاثة أشياء هي التي يفاضل بين الصلوات لأجلها الأمر الأول أن كل صلاة تطوع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها فإنها تكون أفضل وأكد من الصلاة التي لم يداوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بل تركها أحيانا القاعدة الثانية أن كل صلاة تطوع شرعت لها الجماعة فإنها تكون آكد وأزيد فضلا من الصلاة التي لا تشرع لها الجماعة والسبب الثالث أن كل صلاة تطوع إذا كان أحد أدلة مشروعيتها قول آمر بها إذا كان أحد أدلة مشروعيتها قولا آمرا بها بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مثل أمره بصلاة الكسوف وأمره بالخروج لها وأمره ببعض الصلوات فإنه يكون حينئذ آكد وأفضل هذه هي الأمر الثلاثة التي بنى عليها العلماء التأكيد في صلوات التطوع الآتية وبناء على ذلك فإن فائدة زيادة الفضيلة أمران الأمر الأول أن يعنى المرء بالآكد فضيلة ويحرص على عدم التخلف عنها الأمر الثاني أنه عند تعارض صلاتين فإنه يشتغل بالأفضل عن الفاضل يشتغل بالأفضل من الصلاتين عن الفاضل ليكمل أجره أول تلك الصلوات قال صلاة الكسوف لأن النبي أمر بها وداوم عليها وفي نفس الوقت فإنها تشرع جماعة ثم ثم الاستسقاء نعم لأن الاستسقاء يجوز أن تصلى فرادا وتركها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع وجود موجبها ثم التراويح ثم التراويح لأنها تصلى جماعة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا خشية فرضها ثم الوتر ثم الوتر وهو الصلاة الرابعة وسيشرع المصنف بتفصيل هذه الوتر وأما الصلوات الثلاثة الأولى فسيعقدوا لكل واحدة منهن بعد ذلك فصلا أو بابا مستقلا وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكان أي الوتر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة فإنه ليس واجبا على المكلفين وهذا من العبادات الواجبة الخاصة بالنبي فلا تكون أمته أسوتا ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في الرواتب نعم قال ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في الرواتب يعني أن بعد الوتر تأتي السنة للرواتب وأفضل السنة للرواتب هي سنة الفجر لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها سفرا وحضرا ثم سنة المغرب بعدها لحرصه عليها وتأكيده عليها بالأمر بلفظه ثم السنة الرواتب الأخرى وهي ست سيأتي إرادها في محلها شرع المصنف بعد ذلك بتفصيل أحكام الوتر ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني نعم بدأ المصنف الحديث عن الوتر وصفته وأحكامه أول مسألة أوردها المصنف وقت صلاة الوتر يقول المصنف ووقت الوتر أي صلاة الوتر المؤكد بعد صلاة العشاء وسنتها هنا جمع لنا المصنف في ابتداء وقتها قيدين القيد الأول بعد صلاة العشاء والقيد الثاني بعد سنتها والقيد الأول هو وقت وجوب لها فلو تقدم الوتر على صلاة العشاء لم يصح ذلك الوتر وشرع إعادته صورة ذلك أن يكون المرء قد صلى العشاء ثم صلى الوتر وبعد صلاته الوتر تبين له أن صلاته للعشاء كانت على غير وضوء فكانت صلاته باطلة فحينئذ نقول يجب عليه أن يعيد العشاء ويشرع له بل يؤكد في حقه أن يعيد الوتر لأن ما صلىه لا يسمى وطر إذ لا يصح فعل الشيء قبل دخول وقته والوقت وجوبا متعلق بانتهاء صلاة العشاء وأما قول المصنف وسنتها فإن هذا هو وقت الأفضلية وليس وقت وجوب لأنهم يقولون يصح أن المرء يوتر قبل سنة العشاء بل قد لا يصلي سنة العشاء البعدية ويوتر فيصح وطره حينئذ وقول المصنف ولو في جمع تقديم لو هنا إشارة لصورة قد يظن القارئ أنها ليست حاضرة فأراد المصنف أن يحضر هذه الصورة لا إشارة لخلاف فإني لا أعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة أن من جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يجوز له أن يوتر بعد ذلك أي بعد صلاته العشاء ولو كان في أول وقت صلاة المغرب وهذا معنى قوله ولو في جمع تقديم للعشاء في وقت صلاة المغرب وقول المصنف إلى طلوع الفجر الثاني هذه مسألة مهمة سأذكر فيها تفصيلا مهما قول المصنف إلى طلوع الفجر الثاني هذا انتهاء وقت الوتر وبناء على ذلك فإنه إذا طلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فلا يكون فعل الوتر بعده أداء وإنما يكون فعل الوتر بعده قضاء يكون من باب القضاء ولا يكون من باب الأداء ويترتب على ذلك حكما الحكم الأول حيث قلنا إنه يكون قضاء لا أداء فإنه يصلى شفعا ولا يصلى وترا والحكم الثاني أن المذهب فيه وجهان سيأتي الإشارة إليهما هل قضاء السنن الرواتب تقضى في وقت النهي أم لا؟ ومعلوم أنه بعد طلوع الفجر بدأ وقت النهي الأول في اليوم فهل يقضى الوتر في هذا الوقت أم لا؟ هذا مبني على هذه المسألة في المقابل هناك رواية ثانية في المذهب قوية جدا أن وقت الوتر ينتهي بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر ويترتب على ذلك أن من طلع عليه الفجر ولم يصلي الفجر بأن استيقظ بعد الأذان فإنه يصلي الوتر بين الأذان والإقامة وطر أداء يصليه أداء لا قضاء ويصليها وترا وهذه رواية قوية قال بها كثير من متقدم أصحاب الإمام أحمد كما نقلوا ويدل عليها ما نقل محمد بن نصر المروزي عن جمع من الصحابة كبير أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر يصلون الوتر بين الأذان ما لم يصلوا الفجر أي بعد دخول الوقت الفجر وقبل صلاتها يصلونه وترا وعلى العموم سبب الخلاف قول أو مأخذ الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خاف أحدكم الصبح هل المراد بالصبح طلوعه أم المراد به صلاته فهنا يحتاج لتقدير مضمر والمذهب قال يقدر الأول منهما ظهورا كما يعني من باب الاحتياط في هذه المسألة طيب وإذاك قال المصنف ولا يصح قبل العشاء أي كل من صلى الوتر قبل العشاء فإنه لا يكون وطرا بل يشرع له ويندب له أن يصلي الوتر بعده أي بعد العشاء بعد ذلك نعم ولو كان بعد الوقت كيف بعد الوقت قد لا ينتبه الشخص أنه لم يكو على وضوء حينما صلى العشاء إلا ثاني يوم يثبت عنده يقينا ثاني يوم أنه بالأمس صلى العشاء بلا وضوء فإنه يعيد عشاء الأمس ويشرع له ويسن أن يقضي معه وطرا فيقضى ولو بعد الوقت يعني ويفعله باله بعد الوقت فيفعله إما دان أو قضاءه نعم والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا أو ترى قبل أن يرقد نعم قوله والأفضل فعله آخر الليل لأنه آخر أفعال اليوم والحديث واضح فيه لمن وثق من قيامه فيه عبر مصنف بمن وثق يعني تأكد بمعرفته من نومه ومن صحته ونحو ذلك من الأمور قال وإلا أو ترى قبل أن يرقد كما فعل الإمام أحمد فإنه في أحاين كان يوتر قبل أن ينام قال أخشى أن لا أستيقظ في آخره أحيانا لقصر الليل وأحيانا لطول السهر الشخص وأحيانا لطبيعة نومه فكل واحد أعلم بنفسه ويقضيه مع شفعه إذا فات نعم قوله ويقضيه مع شفعه إذا فات هذه مسألة البنية على المسألة التي ستأتي بعد قليل وهو أن شفع الوتر داخل فيه أن شفع الوتر داخل فيه فعندما نقول الوتر قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون خمسا وقد يكون سبعا وقد يكون تسعا وقد يكون إحدى عشرة ركعة فالشفع يدخل في الوتر وقول المصنف ويقضيه مع شفعه إذا فات أي إذا فات بعد وقته بأن طنع الفجر فإنه يشرع له قضاؤه بعد ذلك نعم وأقله ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سافر ونحوهما نعم قول المصنف وأقله ركعة أي وأقل الوتر ركعة وتعبير المصنف بأنه أقله ركعة يدلنا على أن الوتر ليس ركعة فقط وإن قيل به في رواية في المذهب لكن المذهب قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون إحدى عشرة كما ذكرت لكم قبل قليل وذلك عبر بأن أقل الوتر ركعة فكل تلك الركعات تسمى وطرا وليست الأخيرة فقط تسمى الوتر وذلك عندما نعبر بالوتر في كتابنا هذا فقد يطلق على الصلاة فقد تكون ركعة أو أكثر إلى إحدى عشرة وقد يطلق على الفرض وهو آخر ركعات الوتر الأخيرة نسميها وتر فقد تستخدمها كذا وقد تستخدمها كذا لكن هنا دليل على ما ذكرت لك قبل قريب وقول المصنف ولا يكره بها مفردة أي ولا يكره للشخص أن يوتر بركعة واحدة وهي التي تسمى ونقلت في بعض الأثار بالبتيراء لأنه بترها فجعلها ركعة واحدة وروي فيها حديث مرفوع بهذا الاسم قال ولو التعبير هنا ولو إشارة لخلاف في المذهب فإن في المذهب رواية حكاها في الإنصاف بأن قال وعنه أي وعن أحمد أنه يكره الإتار بركعة بلا عذر ثم نقل عن أبي بكر عبد العزيز أنه قال لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر فمفهوم كلام أبي بكر عبد العزيز أنه ما كان دون ذلك فإنه لا يكون مما لا بأس به فيكون مكروها إذن قوله ولو إشارة لخلاف في المذهب وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز بلا عذر من مرض أو سفر وأكثره 11 ركعة نعم عبر المصنف بقوله وأكثره أي وأكثر الوتر هنا عبر المصنف بقوله وأكثره هذا التعبير هو الذي في الفروع ومشى عليه عامة المتأخرين وقال الدجيلي في الوجيز وأفضله وأفضله والحقيقة أن تعبير الدجيلي قد يكون أدق وأجود لأن 11 هي الأفضل لأنها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أن الأكثرية صحيحة كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لكن التعبير بالأفضلية تدل على الكمال ففيها معنى زائد وقوله وأكثره 11 ركعة أي أن الركعات 11 كلها تكون وطرا لنقال وأكثر وأي وأكثر وطري فيسمى الجميع وطرا لا نقول إن الركعة الأخيرة هي الوتر وحدها بل كل الإحدى عشرة تسمى وطرا نعم يسلم من كل ركعتين فيما يوتر بركعة نعم قوله يسلم من كل ركعتين ندبا وقد مر معنا قبل درسين استحباب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى وهذا يشمل كل صلاة الليل ومنها صلاة الوتر فهذه أفضل صياغ الوتر أن يصلي إحدى عشرة ركعة فهو أفضلها من حيث العدد وأما أفضلها من حيث الصفة فهو أن يسلم من كل ركعتين فيدخل في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى قوله ثم يوتر بركعة أي بركعة واحدة هنا عبر يوتر بركعة الكل وطر ثم ذكر الفعل في آخر واحدة الفرد فسمها وطر فهذا من باب يعني اختلاف اللفظ لمعنيين في جملة واحدة نعم ويسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير النصة نعم قوله ويسن فعلها أي ويسن فعل الركعة التي تكون سبقها شفع في الوتر عقب الشفع الشفع الذي معها في الوتر بأن صلى ثلاثا فيصلي ثنتين ثم يسلم ثم بعد السلام يصلي الثالثة بعد ذلك قوله بلا تأخير تعبير المصنف هنا بلا تأخير أي من غير فصل طويل مع أنه سيأتي معنا بعد قليل أنه يستحب الفصل بينها بالكلام لفعل ابن عمر رضي الله عنها الذي احتج به أحمد أنه يستحب الكلام بين الشفع وبين الوتر فعله ابن عمر وسيأتي أن الكلام ما هو ومن الذي يتكلم به وقول المصنف هنا نص لعل مراد مراد المصنف ومن سبقه ومن بعده بنص الإمام أحمد ما نقله أبو داود في مسائله أن أحمد سئل عن الرجل يتنفل بعد العشاء الآخرة ثم يتعشى ثم أراد أن يوتر أيعجبك أن يركع واحدة أم يزيد على الوتر فقال أحمد يزيد على الوتر أو نحو ما نقله أبو داود عن أحمد يعني يشفع ثم يصلي ركعتين ثم يوتر فالمقصود أن لعل هذا هو مرادهم حيث نص أحمد على أن من صلى أول الليل وفصله بالعشاء فإن الأولى له أن يعيد شفعا أن يصلي شفعا أن يصلي شفعا ثم يأتي بعده بالوتر فلا يكون بينهما فصل وإن صلىها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتجاهد ثم قام فأتى بالركعة أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز نعم هاتين صورتان هما دون ما سبق في الأفضلية لأن الأفضل لأن الأفضل في الأحدى عشرة أن يصلي ركعتين 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 ثم بعد ذلك يسلم بواحدة ذكر هنا مصنف صورتين أول الصورتين أن يصلي أن صلها أي صلى الأحدى عشرة ركعتا كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد معنى تشهد أي جلسة للتشهد الأول فذكر التحيات وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام فأتى بالركعة بالركعة الأخيرة الحادية عشر وبعد التاني بالركعة تشهد التشهد الأخير بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قال أو سرد الجميع سرد إحدى عشرة ركعة من غير جلوس للتشهد الأول قال ولم يجلس إلا في الأخيرة جلوسا واحدا فتلى فيه وقرأ فيه التحيات والصلاة الإبراهيمية على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال جاز وكذا ما دونها أي وكذا ما دون الإحدى عشرة ركعة يجوز أن يفعل في التسع بجلستين للتشهد ويجوز بجلسة واحدة وفي السبع كذلك وفي الخمس وفي الثلاث إذن هذا معناه كلام المصنف طيب هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها قول المصنف هنا جاز ذكر صورتين وذكر الجواز ولم يفاضل بين إحدى الصورتين على الأخرى هل الأفضل أن يجلس للتشهد في الإحدى عشرة أم الأفضل أن يسردها والذي جزم به جماعة من المتأخرين ومنهم عبد الحي وأظن ابن النجار في شرح المنتهى أظن ذلك وسجازما أن الصورة الأولى أفضل من الصورة الثانية وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولمسلم ثم صلت تاسعة وتشهد وسلم وإن أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن وهو أفضل فيهما نعم هذا شرح معنى قوله وكذا ما دونهما وكذا ما دونهما وإن أوتر بتسع فإن أوتر بتسع ركعات سرد ثمان وجلس للتشهد الأول ولم يسلم ثم صلت تاسعة منفردة وتشهد وسلم فيجمع تشهدين لمن صلى تسعا وهذه الصيغة أفضل في التسع من أن يجلس بتشهد واحد وهذا قال في الأخير قال وهو أفضل فيهما أي في الصورة بعكس من أوتر بسبع فقال وإن أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن وهو أفضل من أن يجلس تشهدين في السبع وفي الخمس إذن نخلص مما سبق أن الوتر إما 11 أو 9 أو 7 أو 5 أو 3 سأذكر حكم الثلاث أيضا هنا نقول هي في الأفضلية تنقسم إلى ثلاثة الصور أفضلها أن تصلى ثنتين 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 ثم بعد ذلك يتر بركعة في جميع الأعداد ثم يليه في الأفضلية في الإحدى عشرة وفي التسع الأفضل أن يصلي الجميع سردا ثم يجلس للتشهد الأول ثم يصلي واحدة ثم يسلم وأما ما دون التسع وهي السبع والخمس كما صرح به المصنف هنا والثلاث فيما سيأتي بعد قليل فالأفضل أن يسردها جميعا بسلام واحد عفوا بتشهد واحد ويسلم في آخره بعد ذلك المرحلة الثالثة عكس صورتين فالأفضل التثنية في الكل ثم التشهدين في الإحدى عشرة والتسع ثم يليها بتشهد واحد في الإحدى عشرة والتسع وفي في الإحدى عشرة نعم والتسع وفي السبع وما دونها أن يكون بتشهد واحد ثم يليه أن يكون بتشهدين هذا معنى قوله وهو أفضل فيها فيهما وهو أفضل فيهما يعني باب الإراد طبعا دليلهم في التسع حديث أم سلمة ويحق به ما زاد عليه ودليلهم في السبع حديث عائشة رضي الله عنها ودليلهم في السبع أنها تكون بسلام واحد حديث أم سلمة رضي الله عنها عند النسائي وغيره إذن قول المصنف هنا وهو أفضل فيهما أي أفضل في هاتين الصورتين وهي السبع والخمس وأما التسع والإحدى عشرة فالأفضل عكسه نعم وأدنى الكمال ثلاث بسلامين نعم يقول المصنف وأدنى الكمال أي كمال الوتر أن يكون ثلاث ركعات بسلامين قوله وهو أفضل أي أن يكون من صلى ثلاثا الأفضل أن يكون بسلامين ليس هو أفضل مما زاد لكن من صلى ثلاثا فالأفضل أن يكون بسلامين وقد جاء فيه حديث ابن عمر صريحا في ذلك عند الدار القطني نعم ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر نعم هذا ذكرت لكم قبل قليل أن الشفع والوتر يستحب الكلام بينهما استدل أحمد بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتكلم ويفصل بين الشفع والوتر بكلام ويجوز بسلام واحد ويكون سردا نعم فيصلي ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد في آخر في آخر صلاته ولا يتشهد تشهد الأول ويجوز كالمغربي نعم قوله ويجوز في المغربي ويجوز كالمغربي أي فيجوز لمن صلى الوتر ثلاث ركعات أن يجلس تشهدين تشهد أول وتشهد ثاني فتكون كهيئة المغرب وهذا هو الذي ينصره أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمهم الله فإنهم يرون أن الوتر يصلى على هيئة المغرب ويشددون في ذلك بل إن كثيرا منهم يقول إن من صلى دون ذلك فأفرد ركعة واحدة لم يصح وتره بل لا بد أن يكون ثلاث ركعات وتعبير المصنف بأنه يجوز يدل على أنه لا يكره ذلك وإن كان في رواية قوية في المذهب أنه يكره أن يصلى الوتر كالمغرب ثم قال المصنف يقرأ أن يقرأ أو يقرأ من أوتر بثلاث هنا يقرأ من أوتر بالثلاث في الأولى سبح الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الصمت نعم ويسن أن يقنط فيها جميع السنة بعد الركوع نعم قول المصنف ويسن أن يقنط فيها قوله فيها الضمير هنا يعود للركعة الأخيرة من وتره آخر ركعة من وتره يسن له أن يقنط فيها قوله جميع السنة هذا الذي نص عليه أحمد أنه استحب القنوط السنة كلها ونقله عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقنطون السنة كلها وقول المصنف بعد الركوع أن الأفضل أن يكون القنوط بعد الركوع أفضل من أن يكون قبله لأن أكثر الأحاديث وردت بذلك بل إن من أهل العلم كالخطيب من رأى أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع وإنما ثبت عن الصحابة كعمر وغيره والمراد بقوله بعد الركوع أي بعد ارتفاعه من الركوع واعتداله وبعد تحميده الله عز وجل إذا استوى نعم وإن كبر ورفع يديه ثم قنات قبله جاز نعم قول المصنفون وإن كبر ورفع يديه هذه الجملة هي جملة التي أوردها صاحب المحرر وتبعه عليها ابن مفلح وتبع ابن مفلح عليها المرداوي في التنقيح والمؤلف تبع التنقيح عليها وقد ذكر المرداوي في حاشيته على التنقيح التي كتبها بعد أو في أخريات حياته أن كثيرا من الأصحاب يقولون وإن قنت قبل الركوع جاز قال ومعناهما واحد وإنما تبعت صاحب المجد وإنما تبعت صاحب المحرر وهو المجد ومن تبعه في هذه المسألة إذن نفهم معنى الجملة ثم نعود لحل ألفاظها قوله وإن كبر ورفع يديه معناها أنه قانت قبل الركوع قانت قبل الركوع والمراد فيما يظهر من قولهم وإن كبر ورفع يديه ليس معنى كبر للركوع لأنكم تعلمون أن تكبير الركوع يكون في الانتقال بين الركنين ليس هذا مرادا كما قد يفهم من سياق الكلام وإنما مراده إذا كبر التكبيرة للركعة الأخيرة من وطره سواء كانت متصلة أو منفصلة فتكون تكبيرة الإحرام ثم جاء بعد التكبير بما وجب عليه وهو الفاتحة وما يندب له وهو سورة بعدها ثم قانت بعد ذلك إذن فقوله إن كبر لآخر ركعة من وطره أو تكبيرة الإحرام لوطره وأتى بما بعد التكبير ورفع يديه بالدعاء بعد ذلك هذا مرادهم لا أنه يكبر تكبيرة الوتر لتكبيرة الركوع قلت هذا لأني وجدت بعض من يعني يعني قد يعني استغرب كلامه حينما فهم أنه كبر للركوع ثم دعلا أليس هذا مرادهم وقد صرح بذلك مرداوي نفسه نعم فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نعم قوله فيرفع أي فيرفع الإمام والمأموم معه صرح بذلك صاحب الغاية ويركلاهما يرفع يديه عند القنوذ في الدعاء والمنفرد أيضا إلى صدره أي يجعل يديه محاذية لصدره قال يبسطهما أي يجعلهما ممددتين بطونهما نحو السماء يجعل بطون كفيه إلى السماء وحين ذلك فتكون أطراف أصابعه إلى القبلة هذه الصفة ليس لها هيئة واحدة فقد يقارب بين كفيه وقد يبعد كفيه وقد ينزل يديه إلى أدنى صدره وقد يرفع يديه إلى أعلى صدره وقد تكون يداه قريبتان من صدره وقد تكون كفاه قريبتين من صدره وقد تكون كفاه بعيدتين عن صدره كل هذا ممكن وهو صحيح وذلك نقل أبو داود أنه سأل أحمد كيف يكون رفع اليدين بالقنوط قال ففعل هكذا وهكذا أي أنه فعل صفتين ثم ذكر أبو داود أن هاتين الصفتين ليست يعني واحدة فليست دقيقة جدا فتقول إن الأقرب هكذا أو هكذا فالتقارب مثل ما ذكرت لكم أو لاختلاف اليسير هذا معفو عنه وقد صرحوا به ومن أدرك مع الإمام منها ركعة فكان الإمام سلم من اثنتين أجزأ وإلا قضاك صلاة الإمام نعم قوله ومن أدرك مع الإمام منها أي من الوتري ركعة فإن كان الإمام مسلم من اثنتين أجزأ ولو كان قد نوى أنه سيوتر بثلاث صرح بهذا المعنى أنه ولو كان نوى ثلاث مرعي وذكر أنه اتجاه من عنده قال وإلا أي وإن لم يكن الإمام قد فصل الشفع عن الوتر بل سرد الثلاث بسلام واحد قضى كصلاة الإمام فيصلي مثل ما صلى الإمام ثلاثا سردا أو خمسا سردا أو سبعا سردا أو تسعا أو إحدى عشرة سردا ذكر مرعي قال ولو كان المأموم قد دخل مع الإمام بنية وطر ركعة واحدة يقول في قنوته جهرا إن كان إماما أو منفردا نصا وقياس المذهب يخير وقياس المذهب يخير منفرد في الجهر وعدمه كالقراءة يقول الشيخ ويقول في قنوته جهرا أي يستحب في القنوت الذي يكون في الوتر أن يجهر به بأن يرفع صوته فيسمع نفسه على أقل تقديل ويسمع من بجانبه قال إن كان إماما أو مفردا إن كان إماما أو مفردا وهذا نص من أحمد في أن الإمامة والمنفرد يجهر بالقنوت ثم قال المصنف وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة فهنا اختلف الترجيح باعتبارين باعتبار نص أحمد وباعتبار قاعدة المذهب لأن قاعدة المذهب أن الجهر وعدمه في القراءة في أثناء الصلاة للمنفرد ينظر للأصلح له فيكون مخيرا طيب هنا أشار مصنف للخلاف في هذه المسألة على وجهين أحدهما نص والآخر قياس نبدأ أولا في القول الأول وهو إذا كان إماما أو منفردا نصا الترجيح بالنص نص أحمد الحقيقة أن نص أحمد ليس صريحا فيما وقفت عليه إذ قد يكون من نصوص أحمد ما لم أقف عليه ليس صريحا أن المنفرد يجهر بالقنط بل إنه قد يدل على خلاف ذلك فقد نقل المروذي فيما نقله عنه ابن القيم في البداء أنه قال كان أبو عبد الله إذا دعا الوترة لم يكن لم يكن يسمع دعاءه من يليه لم يكن يسمع دعاءه من يليه هذا يس جهر من أحمد في المنفرد ثم قال أيضا المروذي سألت أحمد عن الرجل يقنط في بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القنوت أو يسر الدعاء فقال أحمد يسره وذلك أن الإمام وذلك أن الإمام يجهر ليؤمن المأموم ففرق أحمد بين الإمام والمأموم وهذين النقلين موجودة في بدائع الفوائد من القيم ونقل أبو داود في مسائله أنه قال كنت خلف أحمد أسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيئا وهذه نقلها أبو داود في مسائله وبناء على ذلك فالذي نقول الذي يظهر أن التعبير بأنه نصا الظاهر أو يحتمى قل ما نقول الظاهر أنه يعود لجهر الإمام للمنفرد هذا احتمال واحتمال ثاني أنه يكون من باب اختلاف الجهر بالإمام والمأموم فالإمام يجهر به ليسمع به من خلفه وأما المأموم فيرفع فيسمع نفسه يسيرا كما قال أبو داود أسمع نغمته بالدعاء ولا أسمع ما يدعو به فيحتمل هذا الاحتمالين في نص أحمد وأما قياس المذهب الذي ذكره المصنف فهو يعني جزم به جماعة ولذلك قال في الإنصاف بعدما صحح القول الأول وأن الصحيح من المذهب أنه يجهر الإمام والمنفرد قال وظاهر كلام جماعة من الأصحاب لا يجهر إلا الإمام فقط قال في الفروع وهو أظهر فالوجه الثاني الذي ذكر المصنف أنه قياس المذهب وجيه جدا كما نقاله صاحب الفروع نعم اللهم إنا نستهل نعم قول المصنف اللهم هذا بدأ المصنف يذكر الدعاء الذي يستحب ذكره في القنوة وهذا الدعاء الذي أورده المصنف ذكر أحمد أنه يستحب الدعاء بسورتي القرآن والمراد بالسورة عفوا قال هو يستحب الدعاء بالسورتين والمراد بالسورتين ما نقل أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الفضائل عن ابن سيرين محمد بن سيرين أنه قال كان في مصحف أبي يعني كتبه أبي في مصحفه هاتين السورتين اللهم إنا نستعينك إلى آخر وقد جاء عند ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت بهذا الدعاء الذي أورده المصنف وهي التي تسمى بسورتي أبي أبي كتبها في المصحف لا يلزم أنها من القرآن لأنهم قبل أن يتفق الصحابة على تجريد المصاحف من غير القرآن كتبها أبي في مصحفه نعم اللهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك نعم هذه هي السورة الأولى تنتهي عند قوله ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق نعم هذه هي السورة الثانية من سوري أبي بس هنا في قوله بالكفار ملحق يصح فيها الوجهان بكسر الحائي وفتحها ملحق وملحق نقل جواز الأمرين الخلال عن ثعلب وجزم بن أبي عمر في الشرح أن الكسر أولى ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نعم هذا الدعاء جاء عند أحمد وغيره من حيث الحسن بن علي وجاء عند الترمذي زيادة اختلف في صحتها أن الحسن قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقولها في قنوة الوتر آخر جملة فيه وهي قوله ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذه ليست عند الترمذي وأحمد وإنما هي عند البيهقي اللهم إنا نعوذ برئرك من صخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم هذه جاءت عند أحمد وأهل السنن من حديث عري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنته بها وعلى العموم هذه الأحاديث هي أولى من غيرها وهنا قاعدة أوردها البيهقي وجزم بها جماعة منهم أبو عمر أخو الموفق أنه تساهل في الأدعية في إسنادها إذا كان المعناها صحيح فهي أولى من غيرها ولا شك نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأنه وردت أحاديث كثيرة أن الدعاء إذا لم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون محجوبا ولا بأس وعلى آله نعم الحديث ورد بالصلاة على النبي ولم يذكر فيه الصلاة على آله صلى الله وسلامه عليه وذلك فإن زيادة وآله في القنوة جائز وليس مندوب المندوب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والزيادة على آله جائزة نص عليها صاحب النصيحة الذي هو الآجري ولا بأس أن يدعو في قنوتي بما شاء غير ما تقدم نصه نعم قوله يدعو في قنوتي بما شاء فيحصل به سنية الدعاء إذا السنية للدعاء والسنية لنوعه فسنية الدعاء أن تدعو بالقنوة بما شئت من الدعاء ما لم يكن الذي دعوت به إثما أو قطيعة رحم أو كان الذي دعوت به من ملاذ الدنيا أو كان الذي دعوت به فيه كاف الخطاب لغير الله عز وجل كما سبق معنا في صفة الصلاة وهذا معنى قوله ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء فتحصل بها سنية القنوت ومما يدخل في قوله بما شاء لو أتى بآية من القرآن فيها طلب فأوردها بنية الدعاء جاس وقد فعلها السلف فقد جاء عن أيوب السختياني وغيره أنه كان يقنطه في رمضان بالأدعية التي تكون من القرآن وقول مصنف نصة أي نصة عليه أحمد وذلك فيما نقله أبو داود أنه سأل أحمد تختار من القنوت شيئا فقال أحمد كل ما جاء فيه الحديث فلا بأس قال أبو بكر مهما دعا به جاز نعم قوله مهما دعا به أي مهما دعا به من الأدعية جاز ما لم يكن من ملاذ الدنيا أو كان فيه أمرا محرما أو كان فيه كاف الخطاب كما تقدم معنا وأبو بكر إذا أطلق غالبا يقصد به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر تلميذ أبي بكر الخلال ولا يقصد بأبي بكر الخلال شيخه وإنما إذا أطلق الحنابلة أبو بكر فيعنون به أبو بكر عبد العزيز نعم ويرفع يديه إذا أراد السجود ويمسح وجهه بيديه نعم نعم قول مصنف ويرفع يديه إذا أراد السجود معنى قوله ويرفع يديه أي ندبا لا وجوبا هنا باب الندب طيب معنى قوله يرفع يديه أي يرفع يديه بالتكبير فيرفع يديه بالتكبير محاذيا منكبيه إذا أراد السجود هذه مستندها مسألتان معنى ونص أحمد أما المعنى فقالوا لأنه إذا أطال القيامة بالدعاء فكأنه قام بالقراءة هذا دليلهم الذي وقفت عليه ومستندهم في إثبات المسألة ما نقل أبو داود قال رأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركون وهنا مسألة أريد أن ننتبه لها أنه كما تعلمون مرة معنا في درس الأصول في باب الاجتهاد أن العلماء قد اختلفوا في فعل المجتهد هل ينسب مذهبا له أم لا النبي فعله حجة في الجملة لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه وأما المجتهد فهل فعله يكون مذهبا له أم لا فيه وجهان مشهورا وذلك لما أرادوا أن يعرفوا مذهب المجتهد قالوا ومذهب المجتهد ما قاله بدليله ومات عليه فما قاله بغير دليله يكون تقليدا فلا يكون مذهبا له وما قاله ولم يمت عليه بأن تراجع عنه فقد قيل إنه ليكون مذهبا له زاد بعضهم قال ما قال بدليله أو فعله ومات عليه وهذا يدلنا على الاختلاف القو جدا في الفعل هل يكون مذهبا أم ليس بمذهب ومن أطول من تكلم عن هذه المسألة في مذهب أحمد الشيخ أبو عبد الله بن حامد الشيخ القاضي أبيعلا في كتابه الجليل تهذيب الأجوبة فقد عقد لها فصلا وذكر الوجهين في مسألة أفعال أحمد وما له إلى أن فعل أحمد يكون مذهبا لكن بشرط يعني أن يستدل أن لا يعني يكون معانضا لقول له أو يكون معانضا لنص على العموم لا شك أن بحث القاضي في هذه المسألة لم أقف إلا على نص أحمد وعلى تعليلهم بالمعنى ولا يكون فيه يعني دليل نقلي ولم يعللوا بالدليل نقلي وإذا تأملت هذه مع قولهم في مشهور المذهب أن رفع اليدين إنما يشرع في ثلاثة مواضع تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع والرفع منه وترك الموضع الرابع الذي تقدم الإشارة إليه في عند الرفع من التشهد الأول لأجل الاختلاف في ضعف الحديث وأن أحد قولي أحمد تطعيف الحديث فلم يقولوا بمشروعيته هناك فقولهم بمشروعيته هنا مع عدم وجود النقل فيه إشكال وذلك فإن الحقيقة ابن النجار في شرحه على المنتهى حينما ذكر هذا القول وهو المشهور عند المتأخرين كأنه كأنه مال لخلافه فإنه قال قال بعضهم لا يرفعهما ثم قال بعد ذلك قال بعضهم يعني قال نكر الحالتين وهما أظهر وهو أظهر ودائما عادة ذكر الخلاف في مثل هذه المواضع يدل على قوته وذلك فكأن الشيخ ابن النجار شهاب الدين مال إلى هذا القول هو عدم الرفع وإن كان قد صرح في المنتهى بما وافق كلام المصنفون ثم قول المصنفون ويمسح وجهه بيديه أي يندب له أن يمسح وجهه بيديه الحديث التي وردت في مسح الوجه باليدين تنقسم إلى قسمين القسم الأول التي تدل على المشروعية والقسم الثاني التي تدل على الأفضلية فأما الأفضلية والأجر المترتب على مسح الوجه باليدين فلا يثبت فيه حديث أبدا كما قال بن مبارك رضي الله عنه ورحمه لا يثبت حديث في مسح الوجه باليدين لا يثبت حديث في فضله أما مشروعيته فقد وردت فيه أخبار متعددة بعضها مرفوع وبعضها موقوف وبعضها مقطوع على التابعين فمجموع هذه الآثار تدل على أنه مشروع نبه لهذا المعنى ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري وقد جمع عددا من هذه الآثار السيوطي في جزء الله وذلك فإن مسح الوجه باليدين مستحب في الجملة لكن نقول لا نعلم له فضلا واردا لكن فعله الصحابة وفعله التابعون وأتباعهم ورويت فيه أخبار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يثوت في أحدها يعني سنة ثابتة وهذا معنى قوله ويمسح وجهه بيديه كخارج الصلاة هنا أتى بقوله كخارج الصلاة من باب كاف التشبيه مما يدلنا على أن مسح الوجه باليدين له حالتان خارج الصلاة وفي الصلاة وغالبا المشبه به أقوى من المشبه فالخلاف في مشروعيته في داخل الصلاة أقوى لأن هناك رواية قوية في المذهب أنه لا يشرع مسح الوجه أثناء الصلاة ويشرع خارجه بل في رواية أنه يكره لأنها حركة ولكن يعني نقلت عن جمع من أهل العلم أنه مسح وجهه بيديه نعم فضلا والمأموم يؤمن بلا طبعا المسح يكون إذا فرغ من الدعاء كما تعلم الله قبله نعم والمأموم يؤمن بلا قنوة نعم قوله والمأموم إذا كان خلف إمام يدعو في قنوته فإنه يؤمن بلا قنوة بلا قنوة أي لا يدعو لا يدعو فإذا كان قد سمع قنوة إمامه دعا وأما إذا لم يسمع قنوة إمامه فسيأتي في كلام مصنف بعد قليل إن شاء الله أنه يدعو وحده وسيأتي في كلام مصنف عندنا هنا مسألة يعني نحتاجها قول مصنف يؤمن بلا قنوة يدل على أن الذي يتلفظ به المأموم إنما هو التأمين وهو قول آمين ولم يذكر غيره من الثناء على الله عز وجل لا بتسبيح ولا بغيره وبناء على ذلك فإن نقول إن هذا التأمين يكون عند موضع التأمين وهو الطلب وذلك أحمد لما سئل في دعاء أبي المتقدم أي أمن قال نعم يؤمن في موضع التأمين فلا يقول آمين إلا إذا كان فيه معنى طلب لا مطلق لا مطلق الجمل يؤمن فيها هذا أولا ثانيا أنه إذا تلفظ الإمام بثناء على الله عز وجل فما المشروع للمأموم ظاهر كلامهم هنا أن المشروع للمأموم أن يسكت لأنهم لم يذكروا ثناء على الله عز وجل لا بتسبيح ولا بتكرار نفس الثناء الذي أثنى به الإمام على الله في قنوته وقد رويت رواية عن الإمام أحمد أنه يتابعه أي أن المأموم يتابع الإمام في الثناء ويؤمن على الدعاء قال القطيعي في شرحه على المحرر والأول أصح أي يؤمن قال لأنه إذا كره للمأموم القراءة خلف الإمام لألا يخلط عليه فدعاء القنوت أولى أن يكره فظاهر كلام المتأخرين أن القنوت إذا كان فيه ثناء على الجبار جل وعلا أنه يسكت وهو ظاهر كلام أحمد لأنه قال يؤمن في موضع التأمين وما عدد ذلك فإنه لم يذكر شيئا وهذا هو ظاهر كلامهم وإن أثنى بأن قال سبحان الله لا نقول إنه خطأ لكن قد يأتي الشخص بكلام غير مفيد جمع غير مفيدة ويسمع في الحرم بعض الناس يأتي بجمع غير مفيدة مثل يا الله ما معنى يا الله أنت ليست تثناء على الله عزيز بأن تقول يا الله أكمل الجملة نعم ولكن الأولى السكوت فيما يظهر من كلامهم نعم ويفرد المنفرد والضمير نعم قوله ويفرد المنفرد يعني المنفرد اللي يصلي وحده إذا أراد القنوت فإنه يفرد الضمير لأنه يدعو لنفسه ولا يدعو بصيغة الجمع واختار الشيخ تقي الدين أنه يأتي بضمير الجمع لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين عموما نعم وإذا سلم سن قوله سبحان ملك القدوس ثلاثا نعم لحديث أبي يرفع صوته في الثالثة نعم تعبير المصنف بيرفع أي يرفع جهره بالثالثة ويحتمل أن المراد بقوله يرفع يعني يمدها وقد صرح بهذا المعنى الثاني عثمان في هداية الراغب أنه يمدها طبعا الجائز نعم ويكره قنوته في غير الوتر نعم قوله ويكره قنوته في غير الوتر أي في جميع الصلوات حتى في صلاة الفجر فإن اتم بمن يقنط في الفجر أو في النازلة تابعه وأمن تابعه وإن لم يكو يرى أن القنوت هذا مشروع وأمن إن كان يسمع وإن لم يسمع دعا نعم يقول وأمن إن كان يسمع إذا كان يسمع دعاء النازلة وكان يرى عدم مشروعية الدعاء في هذا الموضع كما سيأتي بعد قليل متى يشرع ومتى لا يشرع أو كان يرى عدم مشروعية القنوت في الفجر فإنه إذا قنت الإمام فإنه يؤمن معه لأن هذا الباب التبعية قوله وإن لم يسمع دعاء هنا يتكلم في صورة من صور القنوت ونلحقها في الصورة التي ذكرتها لكم قبل قليل حتى في الوتر إذا كان المأموم خلف الإمام ولم يسمعه بأن كان بعيدا أو انقطع الصوت أو كان صوت الإمام ضعيفا أو سمع المأموم ضعيفا أو كان في صلاة فجر وبعض المذاهب يرى أن القنوت في صلاة الفجر يكون سرا ولا يكون جهرا فإنه في هذه الحالات جميعا فإنه يشرع للمأموم أن يدعو لأنه لا يسمع إماما مثل ما قلنا في القراءة الجهرية إذا لم يسمع صوته فإنه يقرأ حين ذاك فإن نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون سن لإمام الوقت خاصة واختر جماعة ونائبه القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة إلا الجمعة نعم هذه مسأة القنوت في النازلة قال المصنف فإذا نزل بالمسلمين نازلة المراد بالنازلة هي الشدة من الشدائد التي تنزل بالمسلمين قوله غير الطاعون فإن الطاعون لا يقنط له لوجود سببه في عادة الصحابة ولم يقنط له من أهل العلم من جعل له مناطا أن ما كان من النوازل التي تكون من فعل آدميين يقنط لها والنوازل التي تكون من فعل الجبار جل وعلا لا يقنط له هكذا ذكر بعضهم وأما الفقه فإنهم ذكروا استثنوا الطاعون فقط في هذا الموضع قال سن لإمام الوقت خاصة القنوت قوله سن القنوت قال ابن قندس تعبيرهم بأنه سن القنوت يدل على أن النازلة إنما يدعى لها بمثل الدعاء الذي يدعى في القنوت هكذا ذكر ابن قندس بالدعاء المذكور السابق ثم تكلم المصنف عن من الذي يشرع له القنوت في النازلة فذكر وجهين وهناك وجوه غيرها الوجه الأول أنه يسن لإمام الوقت خاصة المراد بإمام الوقت أي إمام المسلمين وحده هو الذي يقنط ومن عداه من الأئمة سواء كان إمام مسجد أو إمام جماعة خارج مسجد أو كان منفرد فإنه لا يقنط وهذا الذي قدمه المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين أن الذي يقنط قنوت النوازل هو الإمام فقط دون من عده دليلهم قول بن عمر رضي الله عنه فيما جاء في غراء بمالك أنه قال إنما القنوت للأئمة فإذا قنط فقنطه أي خلفه وإذا لم يقنط فلا تقنطه لكي لا يكون مفتوحا فيدعو كل واحد بما شاء ووقت ما شاء ولأي نازلة يقدرها كيف ما شاء لأنها مبطل على قول عامة أهل العلم ومن جوزها فقد جعل لها قيودة هذا القول الأول هو المعتمد أن الذي يقنط هو إمام المسلمين فقط قال المصنف واختار جماعة ونائبه أي ويقنط نائب الإمام نائبه إذا كان قد نوب شخصا بالصلاة في الناس فيكون مسجدا واحدا مثلا هو الذي ينوب عنه في الجمعة وينوب عنه في الصلاة فيكون كذلك وهناك وجه ثالث المذهب سيأتي إشارة له لكن من المناسب ذكره هنا أنه يشرع القنوط لكل إمام جماعة والوجه الرابع أنه يشرع لكل مصل يشرع لكل مصل نعم طبعا قوله يشرع يعني يسن هؤلاء هم الذين يسنوا لهم وقد ذكر مرعي أنه يتجه أن القنوط مباح وذلك قال ويتجه يباح لغيره أي يباح لغير إمام الوقت خاصة نعم قوله بما يناسب تلك النازلة أي من الدعاء إضافة لما ذكره بن قندس إضافة لدعاء أبي في كل مكتوبة أي الصلاوات الخمس يقنت فيها وقد ورد فيها حديث إلا الجمعة وقد حكي اتفاق أن الجمعة لا يقنت فيها ويرفع صوته أي بالقنوط في صلاة جهر أي في الصلاة الجهرية فقط وهذا الذي جزم به المصنف ووافقه في الغاية ولكن ذكر منصور أن صاحب المبدع ذكر أن ظاهر كلامهم أنه يقنت جهرا في السرية والجهرية وبناء على ذلك فإنه على المذهب من قنت إذا كان إماما وقنت في الظهر والعصر فإنه يقف ويدع سرا ويدع المأمومون خلفه سرا لأنه قال وإن لم يسمعه دعا وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته نعم هذا يدلنا على ما ذكره مرعي أن غيره يباح له ذلك ولا تبطل به الصلاة نعم فصل السنن الراتبة عشر نعم شرع المصنف بذكر السنن الراتبة وهي التي في الأفضلية بعد الوتر وذكر المصنف أنها عشر لأن أكثر الحديث وردت أنها عشر وركعت وراكعة الوتري فيتأكد فعلها نعم قول مصنف السنن الراتبة عشر وركعة الوتري فيتأكد فعلها هنا قوله يتأكد غير آكدها التي ذكرها في أول فصل فإن معنى قوله يتأكد هنا أي أنها سنة مؤكدة وعند فقهائن اصطلاح أن كل ما يسمى بالسنة المؤكدة فإنه يستحب المداومة عليه وعدم تركه وأن تركها واليكره وسيأتي في كلام مصنف ما يدل على كراهة تركها والأمر الثالث أن ما كان من الصلوات سنة مؤكدة فإنه يشرع قضاؤها وذلك ذكر المصنف أن السنن المؤكدة إنما هي السنن الرواتب العشر وركعة الوتر ويكره تركها ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم إلا في السافر فيخير بين فعلها وتركها طيب قوله ويكره تركها الذي يظهر أن الضمير في قوله يكره تركها ليس عائدا للسنن الرواتب فحسب بل للسنن الرواتب والوتر خلافا لقول بعض الشراح أن الضمير يعود للسنن لأن نص أحمد في الوتر وفيهما كلاهما قال إنه رجل سوء قال ولا تقبل من شهادة من داوم عليه أي على ترك الوتر أو على ترك السنن الرواتب لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم هنا قول مصنف قال القاضي ويأثم أي ويأثم من ترك الرواتب والمعتمة المذهب أنه لا يأثم لأن السنن لا يأثم المرء على تركها وتعبير المصنف بقوله قال القاضي لعل الصواب قوله وقال القاضي لأنه كيف يكون الشيء مكروها ويكون آثما على تركه فإن فيها إشكال إلا أن يقال إن الإثم على ترك المداومة يعني تركها على سبيل المداومة قد يكون له وجه نعم إلا في سافرين فيخير بين فعلها وتركها نعم قوله إلا الاستثناء هنا عائد للكراهية كراهية الترك إلا في السفر فيخير بين فعلها وتركها أي بين فعل السنن الرواتب وبين تركها إلا سنة الفجر والوتر فإنهم يفعلان فيه أي في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر وفعلها في البيت أفضل وفعلها أي فعل كل السنن الرواتب وفعل الوتر كذلك في إظهر مسياقه في البيت أفضل أفضل من فعلها في غيره عندنا هنا مسألتان أن قول المصنف وفعلها في كل البيت أفضل يعود كما ذكرت لك إلى الرواتب والوتر بل إن بعض أهل العلم يقول وكل السنن فعلها في البيت أفضل ولكن المصنف خصها بالوتر وبالسنن الرواتب استثني من ذلك صورتان الصورة الأولى وقد ذكرها في شرح المنتهى وهو منصور ذكره في شرح المنتهى يستثنى من ذلك المعتكف إذا صلى السنن الرواتب والوتر فالأفضل أن يصليها في المسجد فلا يخرج من اعتكافه لأجل صلاتها في البيت الصورة الثانية سيأتي الخلاف فيها السنة البعدية للجمعة فإن السنة البعدية للجمعة ذكر المصنف بعد قليل أن الأفضل أن تصلى في المسجد ركعتاني قبل الظهر وركعتاني بعدها نعم هذه تعداد السنن الرواتب وهي ركعتاني قبل الظهر وركعتاني بعدها وركعتاني بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة أي أولاهما يؤولى الركعتين في المغرب لحديث بن عمر مرفوعا عند التلمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة المغرب والفجر بهاتين السورتين بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وركعتاني بعد العشاء وركعتاني قبل الفجر طبعا هنا بدأ المصنف بالظهر بناء على أن الفقهة إذا أرادوا أن يبدأوا في مواقع الصلاة يبدأون بالظهر لسببين سبب الأول موافقة للحديث حينما صلى جبريل بن نبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدأ بصلاة الظهر والسبب الثاني أول النهار بعضهم يقول إنه يبدأ بالظهر ويسن تخفيفهما أي ركعتين الفجر هنا الضمير يعود لركعتين الفجر فقط وللطجاع بعدهما على جنبه الأيمان قوله وللطجاع بعدهما أي بعد ركعتين الفجر وقبل صلاة الفريضة ويكون اضطجاعه على جنبه الأيمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع وقد جاء في مساء البنهان أن أحمد قال إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرة هنا قوله ويسن الاضطجاع سكت المصنف عن الكلام بعد سنتي الفجر وقبل صلاة الفجر وقد نص بعض فقهاء المذهب على كراهية الكلام بين السنة وبين الفريضة وسكوت المصنف عن ذكر هذه السنة يظهر منه والله أعلم أنه يرى عدم الكراهية وهو الذي جزم به منصور فقال إن الأصل عدم الكراهية ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الركعتين قالت إن كنتم استيقظة حدثني وإلا الطجع فلا أخذ منه حكمين استحبابة الطجع لأن عائشة ذكرت هذا الفعل على سبيل الديمومة كان إذا فعله وإلا الطجع والأمر الثاني أنه كان يحدثها وأن يقرى فيهما كسنة المغرب أو في الأولى طبعا سبق فيها حديث بن عمر قلوا آمن بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا نعم هذه جاءت في مسلم الحديث بن عباس ويجوز فعلهما راكبا نعم قول مصنف ويجوز فعلهما هنا قوله ويجوز فعلهما أي ويجوز فعل سنة ركعة سنة الفجر قوله راكبا مراده حيث جاز صلاة النافلة راكبا لأن النافلة يجوز صلاتها راكبا في السفر القصير وسيأتينا إن شاء الله بعد بضع الدروس الفرق بين السفر الطويل والقصير فحيث جاز صلاة النافلة راكبا فإنه يجوز أن تصلى ركعة الفجر راكبا كذلك وسبب إرادة هذه المسألة بعينها سنة الفجر خاصة لأن الإمام أحمد توقف في موضع في سنة الفجر دون باقي النوافل هل تصلى راكبا في السفر القصير والطويل أم لا توقف فيها أحمد ذكر القاضي أن سبب توقف أحمد في هذه المسألة أن هاتين الركعة لما كانت متعلقة بالفريضة فإنها تأخذ حكمها ولو شبها فقد يقال إنها ملحقة بالفريضة فيصليها واقفا ولا يصليها راكبا ولكن في موضع آخر جزم بما جزم به المصنف بأنه يجوز فعلهما راكبا وقد جاء عن بعض أهل العلم منع من صلاة ركعة الفجر في السفر راكبا تبعا للفريض نعم كل هذا نقله القاضي ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله نعم بدأ يتكلم وقت الدخول فقال إن كل راتبة أي كل صلاة من السنن الرواتب العشر السابقة وقتها يبدأ قبل صلاة الفرض من دخول وقته إلى فعله فالرواتب القبلية وهي قبل الفجر وقبل الظهر يبدأ وقتها من دخول الوقت إلى حين صلاة الفرض فهذا هو وقت فعلها وينبني على هذا التحديد أنه نقول إذا صلى الفرض فإن فعلها بعد الفرض فيكون قضاء لا أتا نعم وما بعده من فعله إلى آخر وقته وما بعده أي سنن الرواتب البعدية يبدأ وقتها من فعله أي من فعل الوقت المتعلق بها كالعشاء والمغرب والظهر كذلك إلى آخر وقته يعني إلى خروج وقت صلاة الفرض فإن خرج الوقت ولم يكن قد صلاها فإنه في هذه الحالة يشرع له قضاؤها ولا سنة لجمعة قبلها نعم قول مصنف ولا سنة لجمعة قبلها هنا قوله ولا سنة لجمعة قبلها نفي لتحديد سنة راتبة أو غير راتبة فقبل صلاة الجمعة لا يوجد سنة ولكن لو صلى المرء صلاة تطوع أو تحية مسجد فإنها مشروع لكن لا سنة للجمعة وهذا معنى قوله ولا سنة لجمعة قبلها وأما بعدها فإن لها سنة لكنها غير راتبة سيأتي في محله من كلام المصنف وأقلها بعدها ركعتان نعم قوله وأقلها أي وأقل السنة غير الراتبة بعد صلاة الجمعة ركعتان وأكثرها ست أي ست ركعات لاختلاف الأحاديث في عد الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها في المسجد مكانه أفضل نصا نعم هذه الجملة في الحقيقة فيها إشكال لأنها فهمت فهمين في موضعين قول المصنف وفعلها في المسجد مكانه أي في المكان الذي صلى فيه أفضل فعلها الضمير هنا في سياق كلام المصنف يدل على أنه يعود للسنة الراتبة بعد الجمعة لأن الجمعة لها سنة راتبة وسنة غير راتبة نعم أنا كنت فكر قبل قريب الجمعة لها سنتان سنة راتبة وسنة غير راتبة وصحيح المعلومة قلتها قبل قريب السنة الراتبة هي التي بعدها وأما التي قبلها فلا سنة راتبة وإنما سنة غير راتبة سيأتي في محله إن شاء الله عندما نتكلم بعد قليل هل هي سنة غير راتبة أم راتبة سيأتي إن شاء الله بعد قليل التفصيل هل القبلية السنة تصلى قبلها راتبة أم أنها سنة مطلقة سيأتي الخلاف فيها في المذهب وأما البعدية فإنها سنة راتبة لكن السنة الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست قول مصنف وفعلها مراد المصنف في قوله وفعلها الضمير يعود للسنة الراتبة بعد الجمعة لأنه قال وفعلها أي سنة الراتبة البعدية للجمعة في المسجد مكانه أي في المكان الذي صلى فيه أفضل قول مصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد وأخذ هذا النص من كلام أحمد فيما جاء في طبقات أبي علاء أن ابن بدينا قال رأيت أبا عبد الله يصلي ركعتي المغرب والفجر في منزله ولم أره يتطوع في المسجد إلا يوم الجمعة فإني رأيته يتطوع في المسجد الجامع فهذا نقل أن أحمد إنما كان يتطوع في السنة البعدية الجمعة دون ما عادها وهذا الفهم أو من السياق المصنف الذي ساقه وهو الفهم منها هو الذي جعل الشيخ منصور البهوتي يعترض عليه فإن البهوتي في الكشاف قال وفيه نظر أي صلاة السنة الراتبة للجمعة في المسجد كونها أفضل فيه نظر مع حديث ابن عمر في أفضلية الصلاة في البيت ثم قال وقال في المبدع فعل جميع الرواتب في البيت أفضل فكل الرواتب فعلها في البيت أفضل ومنها الراتبة البعدية للجمعة هذا كلام الشيخ منصور نقلا عن فرهان الدين بن مفلح وهذا الذي فهم من سياق المصنف وهو الذي فهم من صاحب الكشاف المعنى الثاني هذه الجملة جاء بها مرعي في الغاية لكن في سياق مختلف فقال وفعلها في المسجد مكانه أفضل جعلها في سياق كل السنن الرواتب إذا لم يصلها في بيته وصلاها في المسجد فإن الأفضل أن يصليها في مكانه ولا يغير مكانه هكذا ساق هذه الجملة مرعي في الغاية إذن كلام المصنف هنا وتابعه صاحب الكشاف خصها فقط في السنة الراتبة البعدية للجمعة وأما في الغاية فجعلها في جميع السنن بشرط الأفضلية بشرط أن لا يصليها في بيته فإن الصلاة في البيت أفضل مطلقا وبذلك ينحل إشكال والتنظير الذي ذكره منصور في المسألة نعم وتجزئ السنة عن تحية المسجد لا عكس نعم قول المصنف تجزئ السنة أي كل سنة لأن هنا لا تفيد العموم سواء كانت السنة من الرواتب أو من غيرها عن تحية المسجد فلا يشرع أن تصلى بعدها تحية مسجد لأنها دخلت فيها وتعبير المصنف بقوله السنة أي المعهودة ركعتين ويدل أن ذلك ليس مطلق الصلاة مجزء وبناء على ذلك فإن صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وإن كانت صلاة فإنها لا تجزئ عن تحية المسجد قوله لا عكسه أي لا تجزئ تحية المسجد عن السنة الراتبة أو النافلة المقيدة إذا لم ينوها بذلك نعم ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام نعم هذا الحديث معاوية المعروف وفيه قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته هذه الجملة يسن الفصل بين الفرض وسنته تشمل السنة القبلية والبعدية فإن السنة القبلية والبعدية كلاهما يستحب أن يفصل بينها وبين الفريضة التي قبلها أو التي بعدها إما بكلام أو بقيام لحديث معاوية في الصحيح المسلم كما تعلمون عندنا هنا عدد من المسائل المسألة الأولى أن عدم الفصل ما حكمه نقول إن المذهب يفرق بين المأموم وبين الإمام فيقول إن الإمام يكره في حقه عدم الفصل وأما المأموم فإن عدم فصله خلاف الأولى وهذا فصل فيه بالرجب فتح الباري وله توجيه معين في المسألة لأنه يرى أن الجميع كراها لكن المذهب يفرقون بين الإمام والمأموم هذا المسألة الأولى المسألة الثانية ما هو أقل الكلام وما هو أقل القيام أما المراد بالكلام فإن أقله أن يسبح تسبيحة أو يحمد الله عز وجل تحميدة أو أن يكبره نص على هذه المصنف الحجاوي في بعض تعاليقه وتحشياته على بعض الكتب فقد ذكر في بعض حاشية لبعض الكتب أنه يعني يكفي وتعاليقه عليها يكفي أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر فلو أتى بتسبيحة كفا وبناء على ذلك فمن صلى الفريضة ثم استغفر الله ثلاثا وصلى مكانه فعلى ما ذكره منصور فقد تكلم فحينئذ جاز له أن يصلي في محله لأنه فصل بكلام فصل بكلام طبعا العلة متحققة لأنه إذا لم يفصل خاصة الإمام قد يظن المأمومون أنها من الصلاة فإذا فصل بكلام أو فصل بانتقال عرفوا أنها ليست من صلاته قول مصنف أو قيام أقل القيام جاء عن الأوزاع أنها تحرك قدمه فلو قدم قدمه خطوة واحدة أو نحو ذلك فإنه يكون أقل ما يكون به القيام لأن المراد بالقيام الانتقال وأقل الانتقال تحرك قدمه عن محلها وهذا نص عليه الأوزاع نعم وللمزوجة والأجير والولادي والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة معها نعم ولا يجوز منعهم ولا يجوز منعهم كما لا يجوز منعهم من الفريضة ومعنى قوله لا يجوز هنا أن يحرم ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه وتقدم إذا فاتت مع الفرائض نعم قوله سن له قضاءه ويستحب قال وتقدم إذا فاتت مع الفرائض تقدمت في باب شروط الصلاة أنه إذا فاتت مع الفرائض فإنه يشرع قضاؤها مع الفرائض التي فاتت إلا إذا كثرت الفرائض الفائتة فإنه لا يشرع المشقة إلا سنة الفجر فإنه يشرع قضاؤها مع الفجر مطلقة نعم وسنة فجر وسنة ظهر الأولة بعدهما قضاء طبعا لو قلت قضاء أحسن بعدهما قضاء ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي بعدها نعم قول مصنف وسنة ظهر وسنة ظهر الأولة بعدهما قضاء هذا خبر قلنا قضاء لأنها تكون خبر يقول إن سنة الظهر الأولة يعني القبلية الأولة يعني القبلية وأما الثانية فهي البعدية سنة الظهر الأولة أي القبلية بعدهما أي بعد صلاة الظهر وسنة الفجر بعد صلاة الفجر لأنه قال سنة الفجر وسنة الظهر الأولة فكلمة الأولة خطأ وجود الفاصلة لأن الأولة صفة لسنة الظهر إذن سنة الفجر وسنة الظهر القبلية بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر تكون قضاء وهذه سبقت معنا لأنه بعد خروج وقتها لأن السنة القبلية ينقض وقتها بفعل الفريضة قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي بعدها هنا قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها أي السنة الظهر القبلية إذا فاتت سنة قبلية إذا قضاها بعد الصلاة يبدأ بها قبل السنة البعدية فهنا مشكالة الضمائر هي التي تحوسلها مسألة سهلة ويبدأ بسنة الظهر قبلها هي معنى قوله ويبدأ بسنة القبلية للظهر وهي معنى لو قلنا ويبدأ بسنة الظهر الأولة نفس المعنى ولكنه غاير في العبارات إذا قضاها أي قضى السنة القبلية قبل التي بعدها متى يكون قضاؤها بعد صلاة الظهر فيصل القبلية قبل التي بعدها وهي السنة البعدية وهذا الترتيب منذوب إليه وليس بواجب بدأ المصنف بذكر السنة غير الرواتب مر معنى أن السنة الرواتب عشر ركعات ثنتاني قبل الظهر وثنتاني بعد الظهر وثنتاني بعد المغربي وثنتاني بعد العشاء وثنتاني قبل الفجر وأن هناك سنة راتبة بعد الجمعة وهي ركعتان إلى ستة فهو على سبيل التخيير بين عدد الركعات تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا هذه سنة راتبة على مشهور المذهب فهي سنة خاصة بالجمعة لأن الجمعة صلاة منفصلة عن الظهر وليست بدلا عن الظهر بل الظهر يكون بدلا عنها هناك نوع ثاني من السنن السنن غير الرواتبة وهناك نوع ثالث وهي السنن المطلقة والمطلقة لا عد لها ألا تكون لسبب أو لغير سبب والسنن غير الرواتبة هي عدها المصنف ثمان وعشرين ركعة بينما عدها صاحب الغاية أربعا وعشرين ركعة وعدها صاحب المنتهى وتبعه عثمان في الهداية عشرين ركعة والفرق الخلاف في الثلاث الأخيرات فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاها وسيأتي التفصيل فيها يقول المصنف ويسن غير الرواتب هذه السنن تسمى غير الراتبة قلنا أن المصنف عدها ثمانين وعشرين أولها أربع قبل الظهر فصلاة أربع ركعات قبل الظهر مستحبة ورد فيها حديث أو أكثر من حديث في ذلك فهي مستحبة لكنها ليست راتبة الراتبة ثنتان فقط وبناء على ذلك فحيث قلنا أن الراتبة ثنتين فالتي تقضى هي الراتبة دون غير الراتبة والتي يستحب المداومة عليها ويكره تركها هي الراتبة وهي ركعتين دون غير الراتبة وأما غير الراتبة فإنها مشروعة ومستحبة ومن أراد أن يجمع بين الصلاتين فإن صلى ستا فهو الأتم والأكمل أربعا غير راتبة وركعتين راتبة وإن صلى أربعا من باب التداخل فتدخل الراتبة في غيرها فله وجه في المذهب وهذا محتمل ثم قال المصنف أربع بعدها أيضا جاءت عند التربذ من حديث أم حبيبة أنه استحب أن يصلى أربع بعد الظهر وأنها نجات من النار وهذه غير الثنتين التي تكون راتبة ومثلها الكلام في قضية الداخل وعدمه الصلاة الثالثة وأربع قبل الجمعة هذه التي قبل الجمعة أربع غير راتبة والأربع التي قبل الجمعة لم يذكرها صاحب المنتهى ولم يذكرها عثمان فلم يذكروا أن قبل الجمعة يصلى أربع وقد ذكرت لكم قبل قليل لما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها أن مراد هناك ولا سنة راتبة وأما على طريقة صاحب المنتهى لا سنة راتبة ولا غير راتبة وكنت في أول كلامي مشيت على شرح عبارة صاحب المنتهى ولكن على عبارة المنتهى هناك نقول لا سنة راتبة هناك حينما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها على قوله هو لا سنة راتبة لأنه أثبت بعد ذلك سنة غير راتبة وأما على طريقة صاحب المنتهى حيث لم يثبت سنة قبل الجمعة فنقول لا سنة راتبة ولا غير راتبة لأنه عد أن السنة غير الراتبة عشرون ركعة فحسب إذن هذه مما خال فيه صاحب المنتهى وإن كان أثبت صاحب الغاية قال المصنف أربع قبل العصري هذه جاء فيها أيضا عند الترمذي رحم الله أن صلى قبل العصري أربع من حديث ابن عمر وأربع بعد المغرب جاء فيها حديث كذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال المصنف وقال الموفق ست أي ست ركعات وذلك أن حديث أبي هريرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ستا بعد الله عز وجل وجهه عن النار أو نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة فالموفق يقول إن الست كلها غير راتبة والمذهب يقول إن الست ثنتين راتبة وأربع ليست في راتبة لأنه جاءت حديث أخرى في تخصيص أربع ثم قال المصنف أربع بعد العشاء هذه غير الراتبة جاء فيها حديث عائشة عند أبي داود قال المصنف قال جماعة يحافظ عليهن أي يشرع المحافظة عليهن هنا عبر المصنف بقوله قال جماعة لأن تعبيرهم بأنها غير مؤكدة يدل على أن المحافظة عليها مشروع لكنه ليس مؤكدا مع غيرها الصلاة السابعة قال المصنف ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها هذه السنة القبلية للمغرب المذهب فيه وجهان الوجه الأول ما ذكره المصنف وحده من المتأخرين أنه يستحب لمن شاء عبر المصنف بقوله من شاء موافقة للحديث وأن المشيئة هنا المراد بها التخيير وعدم التأثيم وذلك قال ويسن لمن شاء ركعتاني بعد أذان المغرب قبلها أي قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل أن يصلي بين المغرب قال لمن شاء قالها في الثالثة وأما المشهور عند المتأخرين وهو الذي جزم به في المنتهى وفي الغاية وصححه منصور وغيرهم أن السنة أن صلاة ركعتين قبل المغرب ليست سنة وإنما هي مباحة وإنما هي مباحة وأريد أن تنتبه قبل أن نفرع على قضية مباحة أن عندما قالوا إنها مباحة مرادهم إذا لم يكن هناك سبب قد اجتمع معها كتحية المسجد فإنها تصلى تحية المسجد فتستحب لكونها تحية مسجد لكن لو كان المرء مقيما في المسجد أو كان في بيته فدخل عليه المغرب فأراد أن يصلي ركعتين قبل المغرب فنقول لا سنة خاصة فيها وحيث قالوا إنها مباحة فهل يؤجر عليها أم لا نقول نعم يؤجر فهي مباحة باعتبار التخصيص لهذا الوقت مثاب على الفعل إذن الإثابة قد تكون على الأمرين على مطلق الفعل وقد تكون الإثابة على التخصيص وذلك فرق بين السنة المطلقة فيثاب عليها فقط على فعلها والسنة المقيدة فهي أفضل لأنه يثاب على فعلها وعلى ما خصصت به من زمان أو مكان أو موضع ونحو ذلك وذكرت لكم قبل قليل أن صاحب الغاية والمنتهى ومنصور وعامة الأصحاب أن السنة القبلية للمغرب مباحة وليست مندوبة وقد ذكره المصنف قبله في باب الأذان فقد مر معنا في باب الأذان أنه قال إنه يباح أن يصلى ركعتين بعد أذان المغرب ثم قال المصنف آخر سن غير الراتبة قال وركعتاني جالسا بعد الوتري هذه من السن غير الراتبة التي أوردها المصنف وقد انفرد بها عند المتأخرين وهي وجه عند المتقدمين وخالفه عامة المتأخرين فقد مشى في التنقيح وفي المنتهى وفي الغاية ومنصور كذلك على أن الركعتين التي تصليان بعد الوتر مباحة وليست من دوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما على هذه الهيئة جالسا فنقول إن السنة إذا قيل بها على رأي المصنف فإنما هي صلاة الركعتين وأما الهيئة وهي الجلوس فليست سنة لأن الفقه لما قرروا في التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا وقد ذكرها هذه المرداوي في التحبير في كيفية التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحة والمندوبة والواجبة قال ومنها إذا كان الفعل ممنوعا لو لا فعله بأن كان إحدى الرخص ومن هذا الجلوس فنقول إنه مباح ولا نقول إنه مندوب فتحقيق المذهب كما ذكره المرداوي في صفة التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا قيل بسنيتها فالسنة للركعتين دون هيئة الجلوس لأنها خرجت مخرج الرخصة فيها ولكن على العموم أن هاتين الركعتين مباحة كما ذكره عامة الأصحاب لعلن نقف لكي نعطي الموضوع الذي بعد حقه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم مباركة نبينا محمد شكرا للمشاهدة